لو خركت انت طالق ويا عم الشيخ ودى المرة التانية ولا المرة التالتة وقال لي انت لو عملت كذا لو رحت عن ضبوك لو كلمت امك تبقي طالق يا جماعة ابليه ايه دخل الطلاق في الخروب والدخول وانا اهيب بكل رجل يتسرع في ان يتلفظ بالطلاق والذي يحلف الايمان الكثيرة بالطلاق فهذا عند الفقهاء يسمى يمين الفساق ولا تقبل شهادته اللي كله شوي على مال وعلى بطال بيحلف بالطلاق بيحلف بالطلاق هون عليك قالوش دخل الطلاق بكل حاجة خلك راجل وبلش تقول انت طالق انت طالق لو خرقت انت قال طالق لو رحت انت طالق لو كلمت انت طالق لو سويت ليه ايه دخل ده ده على فكرة هذا يضعف موقفك لانك بتستعمل سلطة لا 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 احتياجة لها انت عادل زي واحد ايه كل حاجة يجي يحالف معناه انه انك ضعيف حاتش قالك احلف ومن بالك انت بتحلف بالطلاق لا ما حدش قالك احلب ولا ادخل الطلاق في المعادلة خالص المهم تعال الملكي قاله ان حلف ان لا تخرج امرأته الى ابويها ولا يدخل عليها حنث والامام في دخوله ما عليها ولا ولم يحنث في خروجها وان اشتكى ضرر ابويها كلي بالك لو قال ان ابوها وامها لما بيقوا بيعملوا لمشاكل بيقومها عليها دي ناس مش عارفة مؤزية ان اشتكى ضرر ابويها فان كان صالحين لم يمنع من زيارتها والدخول عليها وان كان ابوها وامها مسيئين واتهمهما بإفسادها يعني لما بيقوا لازم تحصل حال ولازم يقومها ولازم ولازم زاراها في كل جمعة مرة بامينة تحضر معهم اللي زي ده الاب والام اللي هم الحمى والحمى تمام كده للولد لو هم مؤزين ومسيئين وخلاص يبقى كل جمعة وتيجي واحدة شوف سبحان الله تيجي واحدة تقعد ويه وتبقى امينة على الوضع خلاص كده ليس للرجل ان يمنع زوجه من الخروج لداري ابيها واخيها ويقضى عليه بذلك خلاص كده يبقى مش من حقه ان هو ايه يمنعها ان هي تزور اهلها ده عند السادات المالكية تعالوا عند الحنفية له ان يمنع اهلها من الدخول في بيته ولو والدة او والدا له نوع ايه يمنعهم لان المنزل ملكه وله حق المنع من الدخول في ملكه وقيل لا يمنعهم من الدخول وانما يمنعهم من القرار شوف 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 الدقة في الكلام ما يمنعهمش انهم ايه ييجوا بس يمنعهم انهم ايه القرار يعني يعود يوم اثنين ثلاثة اربع لا انتوا هتجوا تزوروا اهلا وسهلا تاخدوا اهلا وسهلا بس بيات لا بس نوعود وننسى نفسنا لا يمنعهم من القرار لان الفتنة في المكث وطول الكلام لما بيعودوا المشاكل بتاقتر والصحيح خلاف كل من القولين قالوا الصحيح انه لا يمنعها من الخروج الى الوالدين ولا يمنعهم من الدخول عليها في كل جمعة وفي غير يبقى خلي بالك كلام السادة المالكية والسادة الحنافية انه من حقها ان هي تزور اهلها كل جمعة يعني كل ايه كل اسبوع اذا لم يكن في ذلك مشقة ده ما فيش نص يعني كل اسبوع ده يعني ايه اللي هو بقى الويك اند ولا يوم العيلة تمام كده فاميلي داي زي ما بيقولوا انا بحاول اقرب لكم للدنيا شوية عشان برضو لو في حد بيسمعنا من الناس اللي هي اه برضو متأثرين بحاجة او بثقافة معينة فبنحاول نحن ننزل له مستواهم الناس اللي هي بتاعت الويك اند احنا لازم نتجمع في الويك اند لازم اليوم الجمعة احنا بنروح عن دحمات او بنروح عن دحماية او مش عارب بنعمل لازم نتجمع فمش عارف في المكان الفلاني وعند بيت فلاني وكل جمعة بنروح مكان او يوم الخميس او يوم السفت بنروح بنخرج كلنا في مكان يعني ده شيء كويس ويحترم على فكرة حلو ده بيوطد العلاقات بين الاسر وبين الاسهار والصحيح انه لا يمنعوا من الخروج الى الودي ولا يمنعهما من الدخول في كل جمعة وفي غيرهما من المحالم في كل سنة تروح لاخوتها تروح لقريبها كل سنة والصحيح صحيح اشتركوا في القناة